السلام عليكم مرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات القناة ديالنا SoloSVT الله يخليكم بغيت نطلب منكم وحط طلب يعني 75% من الناس اللي تشوفوا الفيديو ديالنا ممديرنش عبوني يعني ما ممفهماش هات القادية دي كتشوف الفيديوهات وممديرش عبوني ها نقول لكم المهم مرحبا بك دير عبوني ولا مديراش مرحبا بك الفيديو ديال اليوم العنوان ديالو دفتر النصص هاد دفتر النصص يعني بالنسبة الاساسي ده غايكونوا تيسمعوا به ولكن ما تيعرفوش شنه هو يكونوا تيسمعوا بهاد دفتر النصص ولكن ما تيعرفوش شنه هو احنا غادي نوري لكم واحد الاكزامبل ونسرحو لكم ونشوفوا تيال اهميه ديال فاول حاجة تيخص تعرفوها انه يليجي عند الجهار اللي يجي عندك المفتيش تيخص يلقى عندك دفتر النصص هادي الليولا زايد هاد دفتر النصص هو واحد الالية باش انتك اوستاد تضبط فينوصلتي معا كل تين ميت او لكلها عفوان معا كلها قسم من اقسام الموسناداء اليك زايد هو واحد الواثقة اللي هني مثلا فاش كيجي ودخل عندك الدراني القاسم كتصدعلك القاسم ما تنا عرفوش حنا واش قريتيهمش ولا ما قريتيهمش ولكن فاش كتكتب بأنك النهار فلان فلاني الى اخير درتي الدرس الفلان فلاني في الساعة الفلان فلانية مع القسم فلان فلاني فهنايا انت بحل لك تدير واحد الاشهاد على راسك وبالتالي فاش يجهز المفتيش دفتر النصص ديالك ديال القسم مثلا أولا باقالوريا ربعة ويلقاك واصل معاهم مثلا الفوتو سنتاز وهز دفتر ديال تلمين وميلقاهش كاتب الفوتو سنتاز اذا كين مشكل انت تتكتب ولا تلميذ ولا شي حاجة من هذا القبيل فهنا دفتر النصص هو واحد الاشهاد على ان الاستاذ قام بانجاز الدروس مع التلاميذ قام بانجاز الفروض مع التلاميذ قام بانجاز الى اخره فهنايا للأسف قبل ما توقع محضر الخروج قبل ما توقع محضر الخروج من المؤسسة يعني غد تخرج في النهاية السنة كياخد من عندك المدير دفتر ديال النصص الى ما اعطيتش دفتر ديال النصص يعي يكون عندك مشكل معه وحضرت هاد الشي عشتو في كازا وعشتو في سلاء الى اخره يعني اردو بالكم مزيان هرا يكون معاك المودير مزيان ولكن في الاخير الى ما اعطيتش دفتر النصص ما بقيتش معاه مزيان يعني كين مشكل فهنايا باش حنا نطرقوا هاد المشكل هدا وما يبقاش عندنا مشكل يستحسن انك دفتر النصص كل حصة كل حصة درتيها كتبها ما تخليهم شي يتجمعوا عليك حيتي الى تجمع عليك الاسبوع الول دارة غتخليت الاسبوع الثاني والثالث وكتبقاها غادع لهاد النعوة فاحنا غدي نشوفوا هاد دفتر النصص يعني اللي دير لنا هاد المشكل هادا غدي نحاولوا نتعرفوا على هاد دفتر النصص هادا الى اخيرا ونشوفوا شنو كين فيه اولا دفتر النصص يعني يستحسن انا نقول لكم هاد شيف لك ايديالي ولكن تقدر تدير عاد فتر عادي وتسطر وتعمر عادي ولكن مهم كان واحد النماديس اللي وضعوها مجموعة من الاخوان بحل مثلا هادا اللي كتشوفوا قدامكم فيه ريام دي ماروك مينيستر للإدكاسيون ناسيونال اي تلا فورماشيون بروفسيونال اكاديمي ريجونال مثلا رابا السالي كنترا يعني الاكاديمية دونك هنا اسمية الوزارة كاملة الاكاديمية الرمز ديال الدولة او ديال المملكة الاكاديمية يعني المديرية و المؤسسة هنا كايد التكست المادة كنضيفو هنا واحد صور هادي إلا بغيتي تزوق هنا هاد الصور عندها علاقة يعني كيفما تشوفو هنا واحد السباح وهد السباح يعني كيبانوني معاه فقاعات ديال الماء وبالتالي هنا تنهضروا على يعني الاتيبي الاستهلك ديال الاتيبي الى اخيره هنا كيفما تشوف هاد الاسكين عندي يعني احد مجموعة من الرموز تشيروا الى المراحل ديال انقسام الخلوي الاميرتوز الاميرتوز وهنا كنا عندي بعض الحيوانات في منطقة معينة الى اخيره فيما يشير الى هنا كذلك الماء الاهمية دياله وهنا عندي بعض الرموز ديال القرى الارضية ديال التخطيط ديال القلب ديال البكتيريات ديال قطرة الدم ديال الادئين ديال انابيب اختباء اذا هادي كلها عناصر تشير الى علاقة بالمادة هنا عنوان المدرس وهنا الموسم الدراسي اذا هادي اللي شفنا في الاول هذه الواجهة الامامية وهنا نقدر نديره هاد الواجهة الخلفية غيالي زبباق عن سيدو سويتش كان هنا بعض الانجازات ديال وبعض اخوان اخرين اللي هو مثلا هاد النموذج هذا هاد النموذج هذا اللي كتشوفوا معايا هنا هو هذا نفس العملية الرمز ديال الدولة الاسم ديال الوزارة الاسم ديال الاكاديمية الاسم ديال المؤسسة قايدة تكس المادة وبعض الصور اللي عندها علاقة بالمادة اسمية الأسات والموسم الدراسي هادو هما يعني الاساسية في الواجهة وفي دابا ارا نشوفوا ندخلوا لداخل ديال دفتار النصص شنو كيلقوا فيه كي خسنا نلقى فيه دونك فش نشد دفتار النصص كي خسنا نلقى فيه الاقسام المسندة دونك هنا شمن شعبة فيليار وعندي هنا أولا باكالوريا البرانش كي الفيليار وكي البرانش البرانش عندي فيه خمسة الكلاس كلهم تخون كمان لتح بيوف وكنزيد هنا لنمبر ديالهم لأولا باكالوريا عندي أولا باك السيونس إيمان يعني أدب أولا باك أدب بيوف هذا البرانش عندي ثلاثة وربعة كنزيد لنمبر ديال وعندي الأولا باكال سيونس إكسبرومنتال 4 وهنا كي يكون عندي طابلود سيرفيس كل نهار شعلا عندي ويستحسن أنني نزيد فيه هنا يا القاعة هنا كنزيد حاجة أخرى اللي هي اللوائح ديال المتعلمين مثلا تخون كمان لتخ فرانسي 1 هنا اللوائح اللولة اسم الكامل كنتخول 1 كنتخول 2 وليز اكتفيته كنتخول 1 كنتخول 2 وليز اكتفيته هدا الجروب 1 وهدا الجروب 2 ديال الدوزيام سميستر راهية نفسها فقط ستكون فيه هنا الدوزيام سميستر كيف ما تتشوفوا معايا هنا يا ديال الدوزيام سميستر هدا بالنسبة لتخون كمان لتخ فرانسي نتابع نفس العملية نفس العملية بالنسبة لتخون كمان لتخ فرانسي 2 3p وبالنسبة لتخون كمان لتخ فرانسي دون اي قسم somm ash لتكون عندو نفس العملية هنا ان لا يضع ال المتعلم كل ما يينئ بك لهم هاد العمليات اللي قلنا هنا يا فهاد المسألة احنا غادين نتجاوزوها لانه يجدوا لك تصيبوا في الورد ومن بعدك تحول ذاك شي كامل هنا الاقسام ديال اولا باكالوريا الاخيري هنا اللي بغيت نهضر ليكم هو على هاد اليومية هاد اليومية هاد كنا اخد فيها هاد الي هاد الي قولم اس سبتمبر اكتوبر نوفمبر ديسامبر جانبير فيفري مارس افريل ماي جوان جوية هاد الي عام احنا باد المستجدة اللي كينا يعني ديال كورونا وتلقيح الى اخيري فما غيكونش عدنا سبتمبر ولكن وقعنا محاضر الدخول يعني محاضر الدخول ولكن من بعد ما وقعنا كنا غندخلو نهار عشرة من بعد ما وقعنا تأجل حتى البرمي سبتمبر هاد رماشي ديل هاد العام هادي ديل الموسم اللي فات فهنا فقط كنشرح لكم كندير هنا يا شهور اللي كيكم في هاد دراسة وكندير الاسابيع لاندي مردي مركودي جودي فندردي سامودي ديمانس او هنا تندير بالحمر نزيد اسبوع اخر نزيد يعني كنحاول ندير وحد خمسة الاسابيع وكن بدن حط مثلا تنشوف اليومية عندي مثلا هنا يا عندي مثلا هنا سبتمبر بدا نهار الاربع وفيه ثلاثين غاي سالي بالخميس اذا كنجي كنجي الاربع اللي فالاسبوع الاول مثلا الاربع اللي فالاسبوع الاول وكند كتب واحد وكم قهابط واحد جوش ثلاثة اربعة خمسة احتل ثلاثين كمشي ناخد سبتمبر كمشي نفوت سبتمبر اكتوبر اكتوبر نهار اش غاي بدا بدا نهار فندردي اكتوبر بدا نهار الجمعة وش حال فيه فيه واحد وثلاثين الى اخيرة وتنكمل هادو اللي بالزرق يعني هاد النهار ما داخلش قاعف نهائيا وكند كنجي من بعد ما كنكمل هاد العملية حتى الجوية كنجي متلا نهار اش باي فيت انتري مع نهار اش دونك كان عندنا العملية كان عندنا نهار جوج من بعد كنضيف هاديك اللائحة ديال العطل متلا هنا البداية ديال العطلة الاولى هچي مشاوه البدائه ديل العطله الاولى وقتش كانت عندنا وقتش كنت عندنا يا هلا قدي نشوفوها كانت عندنا في النهاية ديل الاكتوبر يعني من خمسة وعشرين اكتوبر كانت عندنا من خمسة وعشرين اكتوبر العطله التانيه دونك هنا كان عندنا هادا استى نوفمبر يوم عطلا يوم واطاني 18 نوامبير حتى هما يوم وطاني هنا العطلة الثانية العطلة البينية الثانية اللي هي من 6 ديسمبر حتى 13 ديسمبر إذن هادو كلهم عطل ولكن الإشارة اللي مهمة عندي هنا يعني كين العطل وكين هنا مثلا كيف ما تشوفه معايا شنو كتكتب أنا هنا كتكتب ديرني ديرنيا بريود دو كونترول كونتيني ديرنيا ديلي ديلي بور سيزي لينوت سيغ ما صحر يعني آخر فترة للامتحانات وآخر فترة لوضع النقط على ما صحر عندنا هنا باش كنو قنطل عليها كتعطيني فكرة عامة ومن هادي من هادي نقدر نقسم من هادي نقدر نقسم يعني الموسم دراسي وقتش قندير للكونتخول إلى آخره نفس العملية هنا يا بنسبة الدورة الثانية هادي الدرنيا بريود ديل الدورة الأولى هادي الدرنيا بريود دورة الثانية وكندير هنا لابريباريزيون بور لالاستيسيون نورمال يعني للإستعدادة ديل الدورة العادية ديلا الاستدراكية واللاستيسيون غادخباج وكندير آخر قايت الفورود إلى آخره غير باش نبقى أنا يعني عندي شي حاجة كتعاوني في تخطيط وفي الوريونتاسيون يعني يعني نعرف شنو شنو جاي من مورا فهو كنمشي هنا يو سيغان طابلو ديال فالورد كندير لينيوتي شابتخ دات دي بي ديال لينيوتي ودات دفن ديال ايني تاريخ انتلاق في بيت الوحدة وطاريخ انتهاء من الدراسة ديال الوحدة ويني كندير لي دات ويني كندير لي زلمان دكوخ غير هو انا متشي تنجمع كل شف مثلا هنا غتلقى تخون كومان اون و تخون كومان دو و تخون كومان تخوة و تخون كومان كاتر و مثلا الولاباك و اولاباك لاتخو ما كانشي مش كان ميتجمعوش لي في صفحة اللوحدة شنو كندير كنشوف مثلا بروغرام ديال اولاباك لاتخ قصير كنخلي لي واحد الاخمسة الورقات ركتوفيرسو و كنبدأ تندير هنا راين يعني تنقطع لوف هاد البلاثة هنا ايا و كندير اولاباك لاتخ تاولي بايين عندي نمشي لونيشة الورق دياله بايين خمسة ركتوفيرسو هي عشرة صفحات دونك غير كفاو البروغرام مثلا ديال اولاباك سيونس كنفوت هاد اولاباك لاتخ كنحيد هاد خمسة الورقات دياله ركتوفيرسو كنمشي للاخرين اللي منامواره كندير مثلا خمسة اشرة ورقار اكتوفيرسو هي تلاتين صفحات دونك تلاتين صفحات كافية بايش نعمر لبروغرام ديال اولاباك سيونس كنسبيرمونتال انسي ديسويت و كنبقا غادي نهار الاول جيت درت انتخوديكسيون اولا تست دياغنوستيك اولا مثلا في الحيثة الاولى كنكتب التاريخ دياله هنا و كندير مثلا رنكانتخ ديسكيشيون انسي ديسويت الحيثة التانية بريزنتاسيون دو بروغرام اوريونتاسيون ديس الالف انسي ديسويت كنبقا غادي يعني كنتم على حساب المعطيات اللي عندي و على حساب المعارف على حساب اي اذك الشي اللي دلتو كنحطو كيف ما بغي يكون درت اضراب كنجي نكتب هنا نهار فلان فلاني اضراب جيت و ما جوش تلامد كنكتبها نهار فلان فلاني جيت و ما جوش تلامد اشياء ما تكتباش بالدريجة ربعين اتكتبها الى اخيره اي حاجة تكونتها في المؤسسة وفقا لجدول الحصص ما تجيبش لي شي حاجة انتجه متطوع ولا اذك شي شغلك ولكن وفقا لجدول الحصص كتكتب التواريخ التواريخ و كتكتب شنو دي تشيف هذك التواريخ الى اخيره طبعا الحالكين عناصر اخرى اللي ممكن تزاد حاجة اخرى ف ف ولا باز ف الباز ديال هاد Viligkeit ديال هذ ف اللخر ديال هاد ف اللخر ديال ديال Liz Dilkul Sa Group ديال كل صفحة posso كل صفحة كنخلي وحد لا معا شو كندير فيها kleine mamš 對 le lights لا تركي سينياتور ديال permitir المدير سينياتور ديال المفتيش و السينياتور ديال سيد علاشه لان المدير في اي لحظه يقدر يجي ياخد الاخر باش يسيني فيه والمفتيش كذلك في اي لحظة يقدر يسيني فيه مفهوم؟ للأسف ما عنديش يعني النموذج كتاخدهم لما ديش كتاخد لهم الإدارة فغادي نشوفوه لا توفرش نموذج مرة قادي نحاولو نصوروه لكم إن شاء الله نلتقي في فيديو آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله خليكم بتنسوش تديرو ابوني جيو مبارتا جيو مع أصحابكم باش يوجدوه توم المباراة سلام عليكم